المناعة الضعيفة أكتر المشكلات اللي ممكن يتعرض لها الجسم لأنه بيكون أكتر قابلية لإصابة بالعدوى وكمان بالأمراض طب إزاي يعرف أن مناعتي ضعيفة إزاي عالج ده إزاي يقدر يعني أتقي كمان شر أي شيء ممكن يهدد هذه المناعة دكتور أشرف حقباء رئيس أقسام المناعة السابق بكلية الطب جامعة إنشامس ضفت النهاردة في السهديو الصباح الخير يا مصر هنتكلم معان كل هذه الأمور بالتفصيل أهلا بك دكتور أهلا بك نصار إيه هي أبرز العلامات أو الإنذارات اللي الجسم بيعطيها للإنسان عشان يقوله أن أنت مناعتك ضعيفة طيب في البداية لازم الأول نبقى عارفين إحنا عايزين مناعة قوية ولا عايزين مناعة متوازنة طبعا فكرة المناعة القوية دي الحقيقة لازم نبدأ نتخلى عنها شوية لأنه الناس من يمكن مع جائحة كورونا بدأت تفكر إزاي أرفع المناعة إزاي أكبر المناعة إزاي أقوي المناعة لكن الواقع إحنا عايزين مناعة متوازنة كميل بالانسد يعني يبقى بتقوم وظيفها في التوقيت المناسب بشكل مناسب لأنه إذا المناعة كانت ضعيفة فده بيعرضنا إلى الالتهابات المتكررة والأوراون لكن إذا كانت المناعة زيادة عن اللزوم ده بيعرضنا الأمراض برضو أمراض المناعة الزاتية وكمان أمراض الحساسية الحساسية هي نوع من زيادة رد الفعل المناعي لحاجات المفروض أنها جسمنا يعتبرها طبيعية يعني مثلاً لما واحد يتعرض لبعض الحاجات اللي هي مسيرة إلى حد بسيط مش المفروض أنها تقعد معاه أعراض طويلة ومستمر وده اللي احنا بتشوفه مثلاً في الحساسية علشان كده إحنا عايزين مناعة متوازنة ومتكافأة تقوم بوظائفها بشكل متكامل برضو فيه موضوع تاني مهم كل تخصصات الطب فيها مشاكل في المناع ونقدر نقول أنه أي مرض بيحصل فيه خلال مناعي لأنه أي مرض بينتج عنه أنه الخلايا المناعية تبدأ تنشط واتطلع كيمويات الكيمويات دي ممكن أنها تعمل العلامات المرضية إذا كنا حنتكلم عن موضوع نقص المناعة فنقص المناعة هو أن واحد يجي له مثلاً التهابات متكرر أكتر من عشر مرات التهابات في الجهاز التنفسي في السن أو في الأزن الوسط أو في جيوب الأنفي أو بميكروبات بنسميها ميكروبات انتهازية يعني مش المفروض أنها تعمل التهابات لكن اللي عنده نقص في المناعة يجي له بالميكروبات الانتهازية دي كمان بعض الناس نبص فيها بيجي لها مثلاً أعراض زي إسهال مستمر ومتكرر أو تضخم في الغدد اللينفوية أو ظهور طفح جلدي بشكل متكرر وكبير أو أنه بيجي له التهابات عميقة لا تستجيب للمضادات الحيوية بشكل عادي العادي مثلاً أنه لما بيبقى عندنا ميكروب أو حاجة بتيجي بتسبب مرض لما مندي مضادات حيوية بالكمية الكافية والمدة الكافية الشخص اللي منعته متوازنة يستجيب بسرعة ويخف في خلال أسبوع عشر تيام أما اللي عنده نقص في المناعة فهنبص نلاقي لا ده بيجي له للتهابات وتقعد معاه مضادات طويلة ولا تستجيب للمضادات الحيوية العادية بشكل كافي كمان ممكن يجي أورام في بعض الحالات زي مثلاً الناس اللي بتعاني من مرض نقص المناعة المكتسب اللي هو الـ HIV أو الـ AIDS دول بيبقوا عرضة لبعض الأورام اللي بتجي لهم بشكل يعني انتهازي وفي أماكن غير طبيعية غير اللي هو متعاود عليه إذا واحد عنده علامات شبه اللي احنا قلنا عليها دي في الحالة دي احنا علينا ان احنا نفحص هل هو فعلاً بيعاني من مشاكل في المناعة بتاعته ولا لا المناعة الحقيقة لازم تبقى ليها يعني تعريف ايه هي حواجز المناعة اللي عندنا أول حاجة مثلاً الجلد والأغشية المخطية يعني لو واحد عنده حروق أو عنده مشاكل في الأغشية المخطية بتاعته هنا هيبقى من السهل أن المكروبات تخش كمان فيه إفرازات كيميائية المفروضة أنها بتساعد على حماية الجسم زي الدموع واللعاب وكمان الإفرازات بتاعة الجهاز الهضمي مثلاً حمض المعدة خلي بالك أن بعض الناس اللي بتسرف في استخدام الأدوية اللي هي بتقلل حمضة المعدة هي هنا بتكسر حاجز مناعي مهم جداً لأن حمض المعدة ده هو حاجز من الحواجز اللي بيمنع أن المكروبات تقدر تخش للجهاز الهضمي الداخلي كمان استخدام العشوائي للمسكنات والمضادات الحيوية ويمكن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الحقيقة بتحذر من الاستخدام بشكل عشوائي للحاجات لأنه ده بيدي فرصة لأنه فيه مكروبات تبقى مقاومة للمضادات الحيوية كمان الحقيقة الناس اللي بتعاني من نقص المناع بيبقى عندهم إحساس بالإجهاد الزائد وما بيحسش بالراحة بسهولة حتى مع فترات نوم كافية الضغوط النفسية من مسببات ضعف المناع والناس اللي بتعاني من مشاكل نفسية أو عندها ضغوط نفسية جامدة بيبقى استجابتها للأدوية أقل وفي نفس الوقت بتبقى عرضة لمشكلات صحية نتيجة نقص المناع اللي بتحصل كمان حاجة مهمة خالص اللي هي النوم بشكل كافي لازم يبقى عندنا فترات نوم فيها راحة وفترات النوم دي يفضل إنها تكون مسائية لإنه هي دي الفترة اللي الجسم فعلا بيشعر فيها بالارتياح إذا واحد بيقدر إنه هو ياخد قصة من الراحة بشكل كويس ده حيبقى عنده ردود فعل مناعية سليمة تقدر إنها تقاوم الأمراض دكتور الهاجس اللي موجود عند كل الناس بسبب قصة ضعف المناعة هل ده المفروض يبقى موجود ولا الناس المفروض تقلق بسبب قوة جهاز المناعة زي ما المفروض تقلق بسبب ضعف جهاز المناعة لأن بعض الأحيان جهاز المناعة قد يهاجم أجهزة الجسم قد يؤثر على عمليات زراعة للأعضاء مثلا لقدر الله قد يؤثر على الجلد نفسه في أمراض زي صدفية ونخالة وغيرها وغيرها فإحنا بنخاف من قوة جهاز المناعة زي ما بنخاف من ضعف جهاز المناعة فعلا بشكر حضرتك طبعا على السؤال الحقيقة مهم جدا أن احنا نخلي بالنا من موضوع نقص المناعة ومن اللي يبحث على نقص المناعة ومن اللي ممكن نلاقي عنده مناعة مفرطة وقد تكون هذه المناعة المفرطة هي سبب مشكلة زي ما قلنا أنه في أسباب وراسية لنقص المناعة هنا بيبقى في عيوب جينية بتخلي بعض الأطفال يبقى عندهم أمراض نقص المناعة وبالتالي للتهابات المتكررة اللي تكلمنا عنه لكن بالنسبة للكبار الحقيقة هنا نقص المناعة بيبقى في العادي أنه هو أسباب سنوية والأسباب السنوية هي بعض الأمراض مثلا زي أمراض السكر والتهابات ببعض الفيروسات وخاصة طبعا فيروس الأيدز والإبشتان بارفيروس كمان الناس اللي بتعرض للحروق أو عندها نقص في أمراض نقص البروتينات اللي عندهم مشاكل في وظائف الكبد أو الكلا بشكل كبير الأطفال الصغيرين خالص والكبار السن برضو دول عرضة لأمراض نقص المناعة كل الحاجات دي الحقيقة من المسببات لمشاكل نقص المناعة وزي ما قلت إن احنا عشان نفحص الموضوع ده بنفحص الحواجز بشكل متدرج علشان نتأكد فعلا إذا كان عنده نقص في المناعة ولا لا على الجانب الآخر الناس اللي بتعاني من فرط النشاط المناعي وبيبدأ يجي لهم أمراض بنسميها أمراض المناعة الذاتية هنا الجهاز المناعي بيبدأ إن هو يهاجم الخلايا الجسمية بتاعة هذا الشخص سواء بقى هذه الخلايا موجودة في عضو كامل أو إنها خلايا متنسرة بنشوف مثلا مرض زي مرض الصدفية أو الروماتايد أو الزئب الحمراء أو بعض الأمراض المناعية أو المناعة الذاتية اللي ممكن زي ما قلت في البداية إنها تصيب أي عضو من الأعضاء من أول الرأس يعني الشعر مثلا أمراض اللي فيها سقوط في الشعر بشكل كبير دي أمراض مناعية حتى أمراض العيون فيه أمراض منها أمراض مناعية كتير بنشوف كمان أمراض بتصيب الجهاز العصبي وهنا دي أمراض مناعية نتيجة فرط نشاط الجهاز المناعي ممكن إنها بتؤثر على الأوعية الدموية في بعض الأحيان على الكبد والكلة وفيه أمراض برضو نتيجة فرط المناعة اللي بتصيب هذه الأعراض هذه الأعضاء بنشوف كمان الأمراض بتيجي في الجلد بالذات نتيجة التهابات ونشاط مناعي مفرط وفي الحالة دي احنا بنعالج الحاجات دي بمثبتات المناعة يعني حاجات تقلل هذا النشاط المفرط للمناعة طيب مناعة زيدة أو مناعة قليلة يعني في الطب كده مرض وكده مرض في الطب المتداول مش هقول عني الطب الشعبي اللي هو الطب اللي موجود عندنا في بيوتنا هتخد فيتامين سي وزود فيتامين سي انك تزود معاه الزينك عشان الزينك بيزود معاه فيتامين سي والكثير من الوصفات اللي دخلت كمان في نطاق الطب اللي مش الطب الشعبي اللي هو الطب الموصوف من الأسرة المحيطة تعليق حضرتك احنا جسمنا له احتياجات محددة من الفيتامينات والمعادن اللي بنسميها السانشل ألمنس اللي هي محتاجينها علشان المعادلات الكيميائية بتاعت اجسامنا تتم بشكل كويس لكن في حدود معينة ومحسوبة على حسب العمر وعلى حسب الحالة الصحية وعلى حسب هذا الشخص اذا كان رجل او سيدة واذا كانت حامل او مرضاع واذا كان صغير او كبير واذا كان بيعاني من أمراض ولا لا كل حاجة من اللي ساعتك قلت عليها دي اللي هي مثلا فيتامينات احنا لنا احتياجات محددة المشكلة ان اذا تجاوزنا هذه الاحتياجات يعني اخدناها بكميات كبيرة زي بعض الناس اللي عمالة بتاخد بكميات كبيرة قوي مجموعات الفيتامينات المركبة او الراس اللي فيها المالتي فيتامينات المالتي فيتامينات بالذات بشكل كبير هنا هنبص نلاقي حاجة منتني إذا كانت الفيتامينات دي الجسم بيقدر يتخلص منها فالزئادة هيتخلص منه وحيخرج من أجسامنا عن طريق البول مصر لكن إذا كانت الجسم مش بيعرف يتخلص منها بسهولة فبيبدأ يحصل أنها تتخزن في أجسامها وإذا تخزنت ممكن أنها تكون سبب لبعض المشاكل والمضاعفات علشان كده المبالغة في استخدام ال سواء فيتامينات أو معادن ما هوش مفيد إحنا محتاجين احتياجات محددة في حالات بقى زي حالات المرعية يعني لو جات مصار طبيعية لو خدت برطقان أو خدت ليمون أو بهداء فيتامين سي لو أنا ده زي ما أخذ القرص هو برضو المصادر الطبيعية هي المصادر اللي الجسم بيستحسنها في الاستخدام لكن عادة مش بنقدر نوصل إلى كميات كافية في بعض الحالات إذا حد واخد باله المفروض أنه الفكهة الكاملة والخضروات من الحاجات اللي نقدر نحصل فيها على الفيتامينات احتياجاتنا اليومية بشكل عادي لو أنا بأكل طبق الصلطة العادي أو بأكل الخضار الطازة والفكهة الكاملة في الحالات دي أنا حصل على الفيتامينات بتاعتي بشكل كفائي لكن إذا كان واحد مش بيقدر ياخد ده فيقدر أنه هو ياخدها عن طريق المكملات الغذائية في بعض الأحيان بعض الناس مثلا زي الناس اللي بتاخد أنظمة غذائية فيها محددات يعني بعض الناس مش بتاكل مثلا أي منتجات حيوانية الناس اللي نسميهم الفيجي أو الناس النباتيين في الحالات اللي زي كده لأ ده لازم ياخد مكملات غذائية فيها فيتامينات من النوع اللي موجود في المنتجات الحيوانية إلى جانب الطريقة اللي هو ماشي بيها في الحالة دي لازم مثلا ياخد فيتامين به 12 بشكل كافي لأنه مش موجود إلا في منتجات حيوانية طيب دكتور أنا هاخد من كلام حضرتك بس معنى كلام حضرتك إن أنا لو عندنا عجز أو نقص لكن فيه هوس بيه أخذ الفيتامينات وأنا مثلا ما أخدش فيتامينات ولا ببدي أولادي فيتامينات وكل الناس تقوم بحس أن أنا مقصرة في حق نفسي وفي حق أولادي ولو التحاليل ما فيهش حاجة فيها نقص ما الفيتامينات دي أيا كانت بتتخذ بصورة طبيعية أو بتتخذ في شكل مكملات ما هي مواد كيموية ودخل الجسم ليه أرهق أجهزة الجسم بأنها تتخلص من حاجة حتى لو حتى تتخلص من الزيادة ما أنا أرهقتها بزيادة إنها تتخلص من الفيتامينز الزيادة والأملاح الزيادة والكلام ده كله ما ده إرهق على أجهزة الجسم ده صحيح لكن بعض الأحيان الحقيقة نبقى محتاج هذه المكملات زي مثلا السيدات الحوامل هنا دول محتاجين من الفيتامينات زيادة شوي فبالتالي إذا ما كانتش بتقدر تاخدها بالشكل الطبيعي يبقى في الحالة دي نقدر ناخدها كمكملات كمان السيدات اللي بتردع في الحالة دي برضو احتياجاتهم للبيتامينز بتبقى أعلى شوي لأن هنا هي بتاخد لنفسها وكمان للطفل اللي معها بعض الناس كبار السن مش بيبقى يقدر يحصل على احتياجاته بشكل كافي من الفيتامينات من الأكل لأنه شهيته نفسها يعني فيها مشاكل وبالتالي هنا نقدر نديله بعض المكملات الغذائية إنما بعض الناس اسمي شاحنا اللي بني ديه وحضرتك اللي بتديه طبعا يعني أنا بتكلم عليها كطبيب بوصف للناس دول الأدوية بالشكل لكن بعض الناس الحقيقة عندها تصور إنه هو لو خد كم ضخم من المالتي فيتامينز أو من المعادن أو من الفيتامينات المستوردة واللي جاي من بره وحاجات زي كده وبشكل عبوات بالمناسبة دي مش بتباع في الأجزاخنات دي بتباع أوفر دي كونتر حتى في أوروبا وفي أمريكا ما هيش موصوفة يعني مش بتتوصف في الصدليات فيها نوع من المبالغات الحقيقة والفايدة اللي بتعود علينا من استخدامها بالشكل المبالغ فيه الحقيقة يعني لا تكاد تكون مهمة صحيح الحديث عن المناعة حديث طويل ويطول الشرح فيه ولكن يعني يمكن ربما حضرتك كان يحطيت فيه الخطوط العريضة اللي تسمح للايه المشاهد أن هو يستفيد منها شكرا لك دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام المناعة السابق بكلية الطب جميعا تانشمس شكرا جزيلا لك دكتور شكرا لك بلسي